حائط الصد المنيع الذي يقف في وجه العراق شيد بيد لا دولتك التي تربع على عرشها شخص الفساد والنفوذ في الخفاء إلى أن أصبح العراق منذ ما بعد 2003 رهينة في يد ولاءات الكراس والمصالح الشخصية وتحدي الدولة وسيادة القانون فيها لحسابات متنفذين بعضهم من السياسيين وشيوخ العشائر وأحزاب وجماعات ولم تكن هيبة الدولة التي ينادي بها الشارع ويطمح لصناعتها سياسيون لم تكن مجرد شعار للبحث عن شهرة في صناعة ورقة العراق السياسية بل كانت المطلب الأساسي في مواجهة ما يؤخر العراق في كل مرة ويساهم في تجدير منابع الفساد والإرهاب والاستقواء على الدولة والتحكم بمفاصلها واتخاذ زمام الأمور في صناعة القرار الوطني الذي شابه كثير من أصابع كسر هيبة الدولة لحماية ما تعرف بالدولة العميقة المصطلح الذي يخشى النبش في تفاصيله سياسيون وبرلمانيون ونشطاء خشية الوقوع في شرك العقاب بيد السلاح المنفلت الذي يحركه عديد من نفوذ الدولة العميقة إذ يتمتع من فيها بارتباطات ومصالح وتحالفات ثانوية يذهب بعضها بحسب مراقبين إلى تحقيق أجندات خارجية لكن خطرها الحقيقي يكمن في التحكم بسلطة القرار الأمني والسياسية إلى جانب التدخل في الجيش والإدارة والأحزاب الحاكمة وتوزيع الميزانيات وتقاسم الأدوار ومع فتح الحكومة الجديدة صفحة من صفحة المحاصصة السياسية بحسب محللين فإن المطالب بإعلان الحرب على الدولة العميقة يتصدر ألسنة سياسيون كثر اليوم بعد أن بات العراق رهينة ولاءات خارجية ومصالح شخصية فيما يعود آخرون على أن قرارات الحكومة الآخرة في إقالات بالجملة تحقق أهداف المنهاج الوزاري وهو ما لا يمكن أن يقنع سياسيين يرون أن نتائج محاربة النفوذ لا يمكن أن تنجح إلا بمحاربة الدولة العميقة فيما يعود آخرون على أن قرارات الحكومة الآخرة في إقالات بالجملة هي ربما تكون توجها نحو صناعة دولة عميقة جديدة وهو ما حذر منه سياسيون يرون الإصلاح السياسي لا يمكن إلا بالقضاء على فكرة الدولة العميقة والتوجه نحو بناء سياق مؤسستي يفتح الباب نحو القضاء على أزمة الدولة في العراق ترجمة نانسي قنقر